اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تطعيم طلاب الجامعات والمدارس فانديم الحقيقة ده واضح الحقيقة احنا يعني في نهضة شاملة تنمية شاملة اجراءات سريعة سارمة لخدمة المواطن المصري احنا يعني قمنا بتطعيم ارقام كبيرة جدا وقمنا بتغيير فكرة او الكلام المغلوط عن التطعيمات والناس النهاردة بقى فيه نوع من الاقبال على التطعيم واصبح وجوبي في كل دول العالم حتى لا تستطيع ان انت تروح اي مكان الا بالتطعيم الحقيقة ومصر نجحت في هذا الامر مع توصيل كميات كبيرة جدا من اللقاح وتوصيل صناعة اللقاح ونستطيع تصدير احنا بنقول حننتج حوالي مليون جرعة مليار جرعة تكفي افريقيا الحقيقة للتصدير ايضا فده انجاز عظيم غير مسبوك ومع توفير طبعا زيارة الوزيرة وتوفير السيارات للخدمات المتنقلة والامرات احنا هنتكلم عنه دي بس يعني دكتور في البداية فيما تعلق بتطعيم طلاب الجامعات في البعض يعني لسه مش مختنع شوية منطلب الجامعات بهذا التطعيم حالك تقوله ايه او ايه رسالة ممكن حالك توصلها له يعني التطعيمات انتهت يعني فكرة الكلام المخلوط عن التطعيمات انتهى هذا الكلام يعني ده اصبح غراء ده كلام في الماضي التطعيم هو السبيل الوحيد للساكر على الجاهة لا يوجد شيء حتى مع ظهور الادوية الجديدة اللي هي هتبقى مضادة للفيروسات خاصة بكورونا سيظهر دواق جديد في القريب العاجل اه ستطيجه الاف دي ايه اه وهذا لا يغني عن التطعيم هذا لا يغني لان فيه كثير من الناس تتشدق بفكرة الدواء لا التطعيم هو السبيل الوحيد للقضاء على المرض التطعيم هو السبيل الوحيد اه للاقلال من مضاعفات المرض للاقلال من الوفاء كما انقذ مئات الملايين من البشر في الجدري والجديري والشلل الاطفال والحزبة ونقوم بتطعيم اولادنا اه النهاردة كل الابحاث اثبتت كفاءة وفعليات التطعيم فلا جدوى من الكلام في او التشكيك في هذا التطعيم ده كلام هراء تماما لقد اجازت منصمة الصحة العالمية هذه التطعيمات واكدت فعلياتها اه لا يوجد فكرة المؤامرات لا يوجد مثل هذا الكلام الذي يتم ترديده هذا كلام مرفوض تماما صبق وعاري من الصحة طيب دكتور حراك شايف ان الموضوع التطعيم ممكن يطال الاطفال خصوصا ان فيه بعض من الولايات في الولايات المتحدة الامريكية بعض الدول بتطعم دلوقتي الاطفال المدارس الاطفال الزوارين هل حراك شايف ان احنا راحين للمرحلة دي العالم رايح للمرحلة دي؟ العالم باذن الله رايح لهذا الكلام لكنهم اجلوا هذا الكلام الى حين ما ينتهوا من التجارب السريرية على الاطفال لكن الاطفال هم اول الناس المفروض يطعاموا لان بالرغم ان هم قد يكونوا اقل يعني مش اقل اصابة قد يصابوا لكن بدون اعراض او اقل مضاعفاتة معنى الكبار لكن هم يستطيعوا ان ينقلوا يعني المرض الى الكبار وليس العكس الخوف على الكبار وليس صغال palavras نسب المضاعفات في الاطفال واحد كل مزين وخمسين الكبار نسب المضاعفات لدى الكبار واحد الى كل عشر الاف من المصابين ونسب الوفيات الكبرى اثنين في المية من زاوي الاعراض الحم حوالي عشرين في المية ممن يعرضوا الكورونا لان في حوالي تبريد من من يتعرض لكورونا لا تظهر عنها اي اعراض افضل عشرين في المائة زيو الأعراض هي تتراوح ما بين أعراض بسيطة ومتوسطة وشديدة جدا اتنين في المائة منهم الأمور بتتفاقم آآ وتنتهي بالوفاة الأطفال الأرقام أقل من ذلك بكثير آآ وفكرة أن الموجة الرابعة تطال الأطفال آآ بشكل مختلف هذا كلام مش مزبوط هي جميع الموجات أصابت الأطفال ولكن الأعراض كانت بسيطة آآ لكن آآ هما يستطيعوا نقل المرض إلى الكبار ولابد أن احنا نتعامل مع أي شخص ان احنا بنقابله على أنه حامل الفيروس ينقل الفيروس آآ وقد يكون في حضانة للفيروس وأيضا ينقل الفيروس فأي شخص احنا بنتعامل معه لابد ان احنا نحطط من هذا الأمر ونستمر في نبس الكمامة والتباعد والتهوية الجيدة دكتور يعني كنا كنا بنتابع الزيارة الهامة اللي كان بيوها وفد طب مصري إلى ألمانيا على رأسه وزيرة الصحة المصرية لاستخدام عربيات خاصة مبادرة حياة كريمة مجهزة طبية سيد رئيس في العنوان يعني أمر بأحدث الأجهزة الطبية الألمانية لمصلحة المبادرات الصحية المختلفة كيف ترى التركيز على ألمانيا في هذا الأمر بالأخص كما نعلم أن ألمانيا من الدول العظمى في أوروبا وفي التطور التكنولوجي وفي التطور العلمي فده ما يمكن تكون من أفضل الأماكن اللي ممكن نلجأ إليها المبادرة فكرة يعني مشروع مبادرة كريمة ده من أفضل المشاريع العالمية يعني أشهدت دي الأمم المتحدة في أمور التنمية آآ في جميع دول العالم نجد أماكن نائية لا تصل إليها الخدمات الطبيعة بيسموها ويبحثوا عن أطباء بيسموهم ويفر شيمس بيدوهم امتيازات علشان يخدموا في هذه الأماكن. والخدمات حتى في دول كبرى يعني من الدول الأولى على العالم هذه الخدمات آآ بتكون أقل بكثير آآ من آآ جودتها في آآ عن المدر بكثير وبيعانوا آآ آآ مصر يعني دولة عظيمة وعريقة وتصدد لكل هذه المشاكل بخطة واعية وفكرة ان احنا يبقى عندنا كل هذه السيارات والخدمة المبادرات الرئاسية آآ يعني فكرة عظيمة تماما. صحيح. يعني كما نجحنا في فكرة آآ التطعيد ضد فيروسي آآ آآ عفوا الفاتر على فيروسي بالدواء آآ كما نجحنا في الكاشف المبكر عن السرطان السادي في كثير من المبادرات والسمنة والتقزم آآ آآ الغدد يعني قمنا بأشياء عظيمة الحقيقة في فترة زمنية قد تنمية غير مسبوقة الحقيقة. صحيح. دكتور محمد المينيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد صباح الفل احرادك دكتور. آآ هنطلع لجران اخر وعنوان اخر في جريت الاخبار آآ ثلاثة مليار جنيه للمرحلة الاولى بالدقاهلية شعراوي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالصعيد. آآ وآآ معانا آآ آآ عنوان اخر بجريت الجمهورية. الرئيس يوجه مدبولي والملة وعبدالغفار زيادة اسامات البحث العلمي في التنمية الشاملة. ممكن ناخد شوية تفاصيل من هذا الخبر. آآ يعني بقية العنوان توفير مخصصات الدعم لتطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للمشاكل المختلفة ربط البحوث بجهود تعميق الصناعة واستعاب الاحتياجات المتزيدة التفاصيل وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستعاب الاحتياجات التنموية المتزيدة خاصة ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية وهو ده مربط الفرص زيان بيقولوا مفيش صناعة مفيش دولة تتقدم ودول ما يكون في صرف جيد على البحث العلمي يخدم كافة أوجه الحياة في هذه الدولة جاء ذلك خلال اجتماع السيد رئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طريق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خلد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصرح المتحدث الرسمي باسم لئاسة الجمهورية السفير بصام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية وتم عرض هذه التفاصيل خلال الاجتماع وهنروح لخبر آخر المصري اليوم صفحة الأولى مصر تبحث مع القنغو قضايا الاتحاد الافريقي وده اجتماع ممكن ناخد من شوية التفاصيل قضاء الرئيس مستمرون في مساندة كنشاسا للإضلاع بقيادتها للقارة التفصيل بحث الرئيس عبدالفتاح أسيسي مع السفير جان ليون المبعوث الخاص لرئيس القنوة الدموقراطية المنضوب الدائم لها لدى الاتحاد الافريقي تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية والتي تمثل أولوية على أجنتة الاتحاد الافريقي خلال الفترة الحالية بحضور سامح شكري وزير الخارجية وأيضا القائم بعمل سفرات القنغو بالقاهرة أنروح لي عنوان آخر وجريدة أخرى جربت الأهرام الصفحة الأولى هنجعلها تاني كلها محاراتهم بخير بنعيش أجواء انتصارات أكتوبر المجيد والدولة يعني بالشيء يذكر قررت إن شاء الله الخميس الجاي أجازة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيد العنوان في تهنيئتها للرئيس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر قوات المسلحة مستعدون للذود عن الوطن كل عام وحضراتكم بخير هنطلع لي جريدة الأخبار الصفحة الأولى جراحة سريعة لتمثيل المحروصة الباشا محمد علي وسعد زغلول وطاع حسين وأم كلثوم تحت الصيانة ناخد شوية تفاصيل من هذا الخبر بدأت وزارة السياحة والأثار أمس تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التي شنتها دشنتها بداية العام الحالي لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحضائق العامة بجميع المحافظات وصبح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بأن هذه الحملة تهدف إلى إظهار التماثيل سواء الأثرية أو غير الأثرية التي تزين الميادين والحضائق العامة بمحافظات الجمهورية بشكل اللائق وجرنان آخر جريدة الجمهورية الصفحة الخمسة رفع 700 ألف متر مكعب مخالفات بصور مجرى العيون يعني الرقم ده رقم مصبوط يعني 700 ألف متر مكعب مخالفات طيب خلينا نقرأ شوية من السطور في هايفين الخبرين مع الأستاذ مجدي شاكر الخمير الأثري صباح الخير يا أستاذ مجدي كل التحية لحضرتك فهندم وكل سنة ومصر طيبة وبالنسبة صلاة أكتوبر طيب إيه اللي هننوين نأمله إن شاء الله في تماثيل المحروصة محمد علي وسعيد زغنول حضرتك الخبرين اللي قلتهم خبرين أحلى من بعض وهو أن إحنا دخلنا يعني 80 ميدان على مستوى القائرة فقط ولكن على مستوى محمودات مصر كلها إن هو إزالة الأكريبة والتكلسات وفي نفس الوقت هنعمل لهم عملية ترميم وقعبة صيانة الخبر الأجمل هو صور مجرى العيون طيب خلينا في الخبر العناية ده يا دخطور بتاع التماثيل المهم هو المشروع ده بدأ يمكن من بداية السنة دي هو وزارة الصيحة والأثارات قرارة النواية هتبقى صيانة دورية ودي الجميل إن هي مش مجرد مبادرة يعني وتنفذ مرة واحدة فقط وخلاص على كده لكن هتم كل سنة على مرتين بحيث يعني إعادة الصيانة لهذه التماثيل ولأن أعرف حضرتك إن إحنا عندنا تماثيل عاليكة جدا زي مدد سلمان باشا الفغانساوي زي محمد علي زي عندنا إبراهيم باشا في مدان الأوبرا فإحنا عندنا مجموعة من التماثيل في بعض منها يعتبر أسرية وفي بعض منها طبعا يعتبر حديث شوية زي طبعا حسين عباس العقاد ولكن إحنا عندنا مجموعة ميدين مهمة جدا جدا ودي بتخش في إطار يعني الهوية الوطنية ورفع الوعي القومي بحيث حتى الناس لما تمشي شو بيتمثال في حالة جيدة وبالتالي ممكن تسأل عنه تعمل سيرش عنه فدي شيء مبادرة أنا بعطاك إن هي مهمة جدا في التنشيط ما يسمى بالسياحة الداخلية فدي إطار مهمة جدا ودي يمكن رد كبير جدا أنا باعتبر الخبرية حتى قلتهم رد على بعض المنطنطعين اللي بيقولك إن العاصمة الإدارية خلاص إن هيروحهم ويسيبوا القاهرة فدي رد من الدولة مهمة جدا جدا خدمهم السلف وزارة السعر والأثار ومحافظ القاهرة وكل الناس بتقول إن القاهرة في القلب وإن هذه المشاريع اللي بتتم إن هي اهتمام مفيش حاجة اسمها هيسيبوا العاصمة لا ده إحنا حركة الترقم ممكن حركة تستغرب سوى مئة ألف طن مخلفات فدي إن ده العشاء يعني إحنا بيشلموا الترقمات شغال في كل حتة بالضبط فدي رد على بعض الناس اللي هي قاعدة زيبولة قاعدة عاملة زي عبيز الفرح بنقول لهم لا والله ده الدولة مهتمة بكل شبر وكل منطقة ومهتمة جدا مش مجال الساس واللقصات فقط ولكن في مجال حتى التماثيل اللي هي البسيطة ويمكن حكي شفت التمثال اللي ظهر في الممشة مصر كان في بعض التماثيل كانت أشارت لغط كده شوية يا أساس مجدي هل هيتم إعادة بنائها مرة تانية وعدت صيغتها مرة تانية لحركة تتذكر يعني حضرتك يمكن في الفترة اللي فتت للأسف كانت يعني بعض طبعا بعض التماثيل الظهرت كانت غير جيدة فنيا بزفت ولكن يمكن بدأنا في المثال التعامل الفنان أحمد نورسي في ممشة أهل مصر اللي بدأ يظهر على السوشيال ميديا اعتقد ان الدنيا بدأت يعني تجبه جيدة شوية ودلوقتي قالوا ان كله مخافظة هيبقى فيها يعني لجنة فنية الحيث تراجع لعمل الفني قبل إنشاؤه ويبقى فيه يعني جذل عليه قبل ما يتم إنشاؤه في السوشيال ميديا يبقى ما كنته صغير والناس تشوفه وتبدأ تدي مثلا ملاحظاتها فده يعني يعتبر نقطة جيدة ويعني الدنيا ماشية في إطار أفضل فإحنا بنتكلم على يعني صور مجرعون الناس اللي ما تعرفوش حضرتك هم نتكلم على ثلاثة ونص كيلو يعني مساحة كبيرة جدا وبنتكلم على بيسموه كدهارة ملموان إسلامية وبتكلم على مشروع مش مشروع مجرد دلوقت هننظف وخلاص لا ده يبقى فيه بزارات وكافتريات يبقى فيه فلادق ويبقى فيه ليزر إحنا محاولين لمشروع المشروع السياحة يعتبر مشروع عالمي لذلك حضرتك مهم جدا جدا الناس اللي موجودة في المنطقة تحس إن هذا المشروع هي هتستفيد منه في المستقبل وإن لازم تشارك في هذا العمل لأن فيما بعد يعني دلوقت المحافظة بتشير كمية دي لكن فيه من بعد إلا هيحصل لازم الناس يبقى عندها وعي اللي كان فيها المدابغ وتمن علىها طبعا الله يباري فحضرتك انتعتم بعد كده للروبيكي وبنتكلم على خم يعني ترى كمار إحنا بنتكلم على منطقة بقى لها تسعمية سنة وبنتكلم على منطقة مهمة جدا جدا في السياحة فبالتالي يعني بعد تطويرها لازم بقى فيه عقاب لازم بقى فيه كاميرات تتركب علشان لو حصل أي تجاوز يبقى لازم فيه قانون لازم القانون لأينا حضرتك مجرد الوعي فقط مش هيتنفذ لازم الوعي مع القانون هصدقنا حضرتك الموضوع هيبقى أبسط من كده ولازم كمان الناس نتكلم معاه ونعرف سبعمائة ألف متل مقعب مخالفات من منطقة أو يعني حضرتك بتتكلم في تلاتة كيلو ونص بمحطها بقى بتشير كلمات هذي المخالفات ده شيء كبير جدا يعني إحنا منتكلم في منطقة أنا حرف أن نترك منطقة الصيادة عيشة وفهم الخريج مناطق كلها كتشعبية وعشوائية وعرف حتى كان بعد الزلزال اللي حصل في التسعينات فيه ناس كتير جدا تأثرت وراح تساكن في هذا المكان ومدابر إحنا يعني للأسف كتل قائرة في الكم في الخمسين سنة اللي فاته حصل لها تشويه على كل الأماكن فما يحدث الآن هي مش عمليات تجميل زي بعض الناس تقول ده عمليات أعادة بناء ومحافظة على هوية المصرية فما يتم في أرض الواقع أنا بعتبره نهضة مهمة جدا جدا سواء في المجال الفني إن إحنا بنعيد التماثيل والترميمات بجانب إن إحنا نتمنى نوزارة الثقافة الله أستاذنا بقى بعد كده إن تعمل كل السنة أو كل ميدان تعمله بعد كده يعني زي نقول نشاط فني يعني في اليوم مثلا إبراهيم باشا نبدأ نعمل يوم كامل مثلا في مدان الأوبرا نعرف الناس بتاريخه وبعض الحاجات الفنية بعض الرسومات بعض تاريخه نعمل باركود علشان مثلا أنا ماشي في الميدان يبقى عندي باركود قادر للشباب نتعرف الشباب مش عنده وقت يقرأ أو يقعد فعند خلال باركود يقدر يعرف معلومات بسرعة أو أفلام فيديو وابها النفسي بعد كده بعد إعادة التماثيل يبدأ كلنا نبدأ نتحرك وزارة الثقافة مع وزارة الإعلام مع كل هذي اللي مش مجرد قبر بنعلق عليه ولكن يبقى الموضوع طوال السنة عشان نرجع جزء كبير جدا من الهوية الوطنية للأسف الشباب نتعرف حضرتك الجيل الجيد مش مهتمة أو بالثقافة والحضارة ولكن بعد نقل المونات الملكية الناس بدأت تسأل وبدأت تعرف بدأت تم فاحنا لازم نساعدهم فما يتم في أرض الواقع محتاج وزارة طريبة التعليم وزارة الإعلام وزارة الثقافة وزارة الوصول كله يشتغل في هذا المجال عشان في النهاية اللي بيحصل أرض الواقع يبقى له مردود فيه ما بعد والله فكرة يعوحنا من ضمن صوتنا لصوتك أستاذ مجدي صباح خير على حضرتك أستاذ مجدي شاكر الخبيل الأثري أشكرا جزيلا شكرا شكرا طيب معنا عنوان تاني من جارة المصر اليوم الصفحة الثالثة والبواد الأفريقية أيضا لمصر نعود لي من جديد مصر تحفر أبارا جديدة لمياه الشرب في جنوب السودان وممكن ناخد منه شوية تفاصيل عبدالعاطي تنفير تسوع محطات في المناطق الريفية لرفع مستوى معيشة المواطن ده بقية الخبر وتفاصيل تانية علمت وزارة الرأي أنه يجرح علي تنفيذ عدد من مشروعات لحفر الأبار الجوفية في جنوب السودان لتلبية احتياجات البلاد من مياه الشرب بينما تشهد أو شهد منه بيتر وزير المريض المائيتي ورأي بجنوب السودان بدأ عمل حفر بإن محطة قرى كابو وكابوري وزكايف غربة وعدد من القرى الدكتور محمد عبدالعاطي قال وزير رأي الأشار إلى التعاون الثنائي مع الدول حوض النيل والدول الأفريقية وده بيعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية وتم خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول وضاف عبدالعاطي أن التعاون الثنائي يسهم في تحقيق التنمية وأيضا رفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل أزيادة سكانية انتشار الفقر الأمية والأمراض وأشار إلى أنه تم تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان مزودة بالطاقة الشمسية ضمن أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين وتم البدء في حفر الأبار الجوفية لمحطات مياه الشرب الجوفية في قرى كابو زي ما أتركوا في عدد من القرى السودانية إحنا كده نكون يعني حاولنا نلم مع حضراتكم العنوين الأبرز في الصحف المصرية الصدرة صباح اليوم وحاولنا نرى معكم ما بين السطور بعد قليل وعلى رأس الساعة موجز الأهم الأنباء مع نجلاء الجعفري وبعده إن شاء الله يكون أول وقفة حوارية وشهاب شعلان هذا الصباح مستمر معكم خليكم معنا شكرا